يسيطر الهمض على طبيعة الانفجار الذي وقع ليلا في معسكر كالسو شمال بابل فيما شدد الحجد الشعبي على وصف ما حدث بالهجوم لم تشر خلية الإعلام الأمني العراقي إلى هجوم على القاعدة وقد اكتفت بوصف ما حدث بأنه انفجار وقد استند بيان خلية الإعلام لتقرير الدفاع الجوي الذي أشار إلى عدم رصد أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في المجال الجوي لمحافظة بابل قبل أو أثناء الانفجار وأكد البيان مقتلى عنصر من الحجد الشعبي وإصابة ثمانية آخرين بينهم منتسب من الجيش في الانفجار والحريق وذلك داخل المعسكر وبحسب خلية الإعلام الأمني فقد تم تشكيل لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني واجهات ذات العلاقة للوقوف على الأسباب الانفجار في المعسكر الذي يضم مقر ألوية مقاتلة للحجد الشعبي ووحدات تابعة للجيش العراقي وأخرى من الشرطة الاتحادية وكانت أطراف من الحجد الشعبي قد سارعت لاتهام إسرائيل والولايات المتحدة باستهداف القاعدة فيما نفت القيادة المركزية الأمريكية لاتهامات ونفت ضلوعها بشأن غارات في العراق وقد أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن التقارير التي تحدثت عن مشاركة الولايات المتحدة في ضرب مقر عسكرية في العراق غير صحيحة ترجمة نانسي قنقر لا حول ولا قوة إلا بالله هذه صارخ العدو الحمد لله للأرض نف الله سلامه وتعالى لأن الله عليهم ترجمة نانسي قنقر ناحث في الشأن السياسي حميد الكفائي أستاذ حميد أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث ما الذي حصل في القاعدة؟ ما أسباب هذا التباين في وجهات النظر أو في استعراض ما حصل في القاعدة حول حصول انفجار أو حدوث هجوم؟ تحية لك والمشاهدين في الحقيقة من الصعب جدا معرفة الجهة التي قامت بهذا الهجوم أو الانفجار إذا كانت القوات العراقية مثل وزارة الدفاع أو الحجد الشعبي أو القيادة العامة لا تعرف أو أن هناك رؤى متعددة في هذا المجال فمن الصعب معرفة الفاعل الحقيقي الولايات المتحدة نفت أن تكون ضالعة في هذا الهجوم ما المنصالح التي تكمن عند الطرف المستفيد بأن يقول الحجد الشعبي على سبيل المثال إن ما حصل هو هجوم مكتمل الأركان هو لا شك أنه هجوم أنه هجوم من جهة معينة ولكن لو كانت القوات الأمريكية قد فعل ذلك لأعلنت عنه الولايات المتحدة لا تخشى من ذلك إسرائيل لا تعلن عن هجماتها أو عن مسؤوديتها عن الهجمات التي تقوم بها جهات معينة لم تفعل ذلك في يعني أنت أستاذ حميد ترى أن ما حصل يعكس هجوما مكتمل الأركان هل هذا ما تعبر عنه؟ نعم هو بالتأكيد هجوم ويستهدف قاعدة عسكرية عراقية لا تضم فقط قوات الحجد الشعبي وإنما الشرطة والجيش بالتأكيد هو استهداف واضح وناجح طب ماذا عن تصريحات الجهات الأمنية التي تقول أنه انفجار لا يعد ما حصل عن كونه انفجارا فقط هو حتى الآن يجب أن يحقق في الأمر يعني المشكلة هي في التعدد في تعدد الجهات القيادات العسكرية في العراق هذه مشكلة على الحكومة أن تحلها يعني لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع أن تكون هناك جماعات تخرج عن إرادة الدولة وتتصرف سواء كان في الداخل العراقي أو في الخارج تقوم بشن عمليات وتعلن عن ذلك هذه أمور ليس صحيحة وتعبر عن عدم تماسك الدولة الدولة العراقية يجب أن تكون متماسكة وهذا الوضع غير متماسك وغير لا يبشر بخير أن تكون هناك جهات متعددة لذلك لا يمكن أن نعرف الحقيقة هناك آراء متعددة وهناك جهات عسكرية هناك إرهاصات وهناك بعض التطورات على الأرض أستاذ حميد لربما تجعل من سيناريو أنه بالفعل حصل هجوم على هذه القاعدة سيناريو ممكن بسبب ما جرى بسبب رد الفعل الإيراني الأخير وما قيل عن ضربات إسرائيلية موجودة في سوريا في أصفهان بإيران وبطبيعة الوضع مشتعل على الجبهة الجنوبية اللبنانية ألا تشير هذه المؤشرات إلى أنه بالفعل قد حصل هجوم إسرائيلي هذا ممكن ولكن يجب أن تكون هناك جهة عراقية واحدة مطلعة تقول لنا ذلك يعني نحن يمكننا أن نخمن والتخمينات أنا أرى أنه ليس هناك جهة أخرى غير إسرائيل أو الموساد الإسرائيلي ولكن إسرائيل لا تعلن عن هذه الأجمعات لذلك لا يمكن أن نقول أنها بالتأكيد إسرائيل ما أسباب اختلاف وصف ما جرى يعني إسرائيل سابقا لطالما قامت بضربات في سوريا على سبيل المثال هي دائما لا تعلن عنها حتى الضربة الأخيرة على أصفهان إسرائيل لم تتحمل المسؤولية وقالت أن السبب في ذلك يكمل لأسباب استراتيجية لكن دعنا من إسرائيل لماذا لا تتوحد الرؤية أو الوصف أو الرواية العراقية لماذا فعنا رواية للحجد الشعبي ورواية أخرى للجهات الأمنية العراقية والغريب في هذا الأمر أن وزارة الدفاع وهي معنية في هذا الأمر لم تعلم عن رأيها هناك لجنة شكلت لمعرفة ما حصل ولكن لا بد من القول أن هناك خلل واضحا في الدفاعات العراقية في أنظمة الرصد كيف يمكن أن يحصل مثل هذا الهجوم من الخارج ولا تعلم به أنظمة الدفاع العراقية وأجهزة الرصد هذه مشكلة وهناك خلل وتعدد التعددية هذه مشكلة في العراق والمطلوب هو أن تطلع الحكومة بمسؤولياتها وأن توحد القرار العراقي وأن تفعل مؤسسات الدولة العراقية كي يكون هناك قرار متماسك للدولة العراقية سواء فيما يتعلق بالخارج أو الداخل أما تعدد المشكلة أيضا أن هناك جماعات سياسية تمتلك أذرع عسكرية وهذه يجب أن تنتهي هذا هو الوضع العراقي للأسف ولكن نأمل ويأمل الجميع أن السيد السوداني سيتمكن من أن يوحد هذه الجماعات وأن يخذعها للقانون وأن تكون هناك دولة متماسكة في العراق كي يحترمها العالم إن كانت هذه الجماعات تستمر في أن ولربما هذا ما أوقع الحكومة العراقية حكومة سودانية سابقا بسبب الفعل ورد الفعل بين الفصائل المقاتلة في العراق وحتى وقت المتحدة الأمريكية شكرا جزيلا إذن من لندن الباحث في الشأن السياسي حميد الكفائي أعطيك العافية